قالوها زمان يا جماعة البيت اللي من غير دقيق حالو بيديق يردوكم كده ادخل جروب الكمباوند الاقي الفطيرة بمية وخمسين جنيه طبعا قلت استحال اشتريها بدام بيتنا في دقيق استحال نشتري الفطير ابدا هنعمله بطريقة سهلة جدا كل البنات اللي مبتدأ تقدر تعمله لان ما فيش اسهل من كده حقيقي لازم في الظروف ديت كلنا نقف آآ ونعمل آآ حاجتنا بيدينا آآ ما نستهلكش مصاريف لحاجات نقدر نعملها تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الفطير بقى سهل طريقة وطريقة سهلة جدا والطعم خرافة حقيقي شايفين الجمال يا جماعة حاجة توحفة حقيقي خرافة مورقة هشة تبهرك مش هتصدق ان انت هتعمل الجمال دوت شايفين التوريقة من جوة مفيش راق تخين كله حاجة كده خفيفة جدا شايفة عاملة ازاي رهيبة حقيقي وقبل ما نقول عملنا الفطير النهاردة ازاي لو انت اول مرة شوفيني ادخل لي القناة وكايم المحتوى لو عجبك اعمل اشتراك فعال الجرس على الكل عشان وصل الكل جديد يلا بنا نبدأ ونشوف المقادير وطريقة التحضير انا النهاردة هستخدم العجان وممكن تستخدمي العجن على اليد عادي جدا بس بياخد وقت شوية بتعجيني حوالي كده عشر دقيق هعمل مقدار فطيرة واحدة الفطيرة هتاخد نص كيلو من الدقيق يكون نوع جيد يكون دقيق قوي هنزل بنص معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر والمية بتكون على حسب احتياج العجين من كباية وربع لكباية ونص على حسب احتياجه ده بالنسبة لنص كيلو دقيق وبعد كده هبتدي بقى عجن حطيت الاول الكباية وبعد كده نص الكباية التانية هاخده تدريجي هبتدي هنا بقى انزل نص الكباية التاني تدريجي كده هوت عشان العجينة بتاعتنا تبقى حلوة بتكون طريريا ما بتكونش عجينة نشفة بتكون كده ملساء نعمة تفضلي تعجيني فيها لغاية ما تلاقي العجينة بتاعتك نعمة وجميلة جدا ده في حالة طبعا انت بتعجيني بايدك لكن لو بالعجينة هتبقى سهلة معاك جدا مش هتاخد وقت خالص بص العجينة بتاعتنا عاملة ازاي اشبه كده باللبانة ترية جدا ونعمة تحفة حقيقي لو انت بقى بتعجيني في العجينة هتلاقي الحلة بتاعتك نشفة خالص ما فيهاش اي تلزيق ودول الحبة اللي تبقوا من نص كباية المية هبتدي بقى اشيل العجينة بتاعتنا وهبتدي ان انا اخليها تريح هي العجينة بتاعتنا مش هتخمر ولا حاجة بس انا هسيبها تريح اهو بصي عاملة ازاي شايف الملمس بتاع العجينة فيها تلزيق كده خفيفة جدا اهو بالشكل دوت هدهن بقى العجينة بالزيت علشان ما تنشفش وهنوطي ايه العجينة بتاعتنا هدهن كده ايدي كده بالزيت وانزل على العجينة الام معها كده هوت بالشكل دوت وهنسيبها بقى تستريع عشان تفرض معنا بكل سهول ومتقطعش مننا وتبقى جميلة جدا انا عملت مقدارين يعني انا عملت كيلو من الدقيق كيلو الدقيق اللي انا عملته ده اللي هو فترتين هياخد معنا ربع كيلو من الزبدة دي زبدة جنة او زبدة فرن تبقى جميلة جدا تبقى هي خصوصا هي زبدة توريق خاصة بالتوريق يعني فتلاقي الفتير بتاعك ينتفخ بكل سهولة مش هتحس ان انت اللي عمل الفتير دوت اكدنك شرياة بالزبط ده بسبب نوع الزبدة جنة وفرن من الزبدة اللي هي بتكون خاصة بالتوريق هاخد اول فتيرة عملتها عشان تكون استريحة وهنبتدي ان احنا نفردها على الرخامة والاول هرش طبعا الرخامة بالزيت بص الفتيرة عاملة ازاي اللي عاجينا بتاعتنا عاملة زي الاستك كده بالزبط بتلاقيها كي بتمط معاك تبقى جميلة جدا بنهدن بقى الرخامة بالزيت علشان لما نيجي نفرد الفتيرة تفرد معنا بكل سهولة كل ما الفتير معاك بيريح اه كل ما هيفرد معاك بسهولة ومش هيتقطع هيبصي شايفة بتمط ازاي نبتدي بقى نفرد كده الفتيرة كده على الزيت بالشكل ده هتفرد معنا بكل سهولة عشان هي العجينة مريحة ونوع كمان الدقيق برضو بيبقى سبب في ان العجينة بتاعتك بتفرد بكل سهولة درورتك تجيبي نوع دقيق اه قوي عندك دقيق الضحى او عندك دقيق فايف ستار او عندك زمزم اه زمزم بيكون ارخص شوية من من فايف ستار ومن الضحى ممكن برضو دي المطبخ برضو كويس او دي دراهم والحاجات دي كل انواع دي ديت مناسبة للعمال الفطير بتلاقي الفطير يفرد ما يقطعش منك وبرضو بتبقى مناسبة جدا لعمل الرؤاء هنا بقى دي الزبدة ده الربع كيلو هقسمه على الفطيرتين طبعا بنكون فكين الزبدة شوية مش عايزاها تكون سيلة خالص لأ انا عايزاها كده حاجة كريمي بتفكيها بايدك كده هوت او في الميكروييف يا دوبك كده حاجة ضعيفة بس مش عايزاها تكون سيلة عايزاها زي ما هي كده كريمي كده تكون سهلة الفرد على الايه على العجين بتاعنا عشان لو ساحت خالص وبايد كده سيلة مش هتنفع معانا وهتبقى الفطيرة بتاعتنا مش منفوخة هتبقى كده مكتوبة داخل بعضها لكن ضرورة تبقى كريمي كده بالشكل دوت فردت الزبدة بتاعتنا على الفطيرة كلها بالشكل ده نبتجي بقى نعمل رول كده وكل ما هتفرد العجينة اكتر كل ما هتبقى معاك رقات الفطير خفيفة جدا رقيقة جدا بتبقى تحفى قوي قوي كل ما بتكون رقات العجين بتاعتك فردها يعني كويس بل مها كده رول كده بالشكل دوت مفيش بقى اسهل من كده هتكون محترفة في عمل الفطير بالطريقة ديت وبعد كده هنلفه كده بالشكل دوت اسمتها كده اتنين تنتها يعني اتنين وهسيبها تريح علشان لسه هنفردها مرة كمان وهنغطيها طبعا بكيس عشان ما تنشفش مننا حوالي كده عشر دقيق كده سيبها تريح وبعد كده هبتدي افردها كمرة تاني اهو بالشكل دوت كده نفرد الفطيرة بعد كده هبتدي اخد جنب وابتدي الفوق رول بس هيكون رول عريض مش هيكون رول رفيع بالشكل ده كده نبتدي نلف كده الفطيرة بتاعتنا اهو دي كلها طبقات وتوريق احنا بنعمله بكل سهولة بصي ما بيخدش في ايدك وقت خالص اهو بعد كده بقى هبتدي اعملها سرة كده زي السرة كده بشكل ده اه اه اضم كده الاطراف كلها على بعض عشان العجينة بتاعتنا مريحة ونوع ضيق كويس فبصي بتلمي ازاي في ايدك اهو بعد كده هجيب بقى صنية ادهنها زيت وهننزل فيها الفطيرة هتريح مرة كمان حوالي عشر دقيق تاني لجات ما ايه تفرد معانا بكل سهولة وبرضو لازم نغطيها في كل مرحلة بتريح فيها الفطيرة عشان تفرد معايا لازم ايه نغطيها دول الفطرتين عملتهم بالشكل ده وتسبتهم بقى ريحوا تعالوا بقى نبتدي نفرد الفطيرة بتاعتنا بصي بتفرد معايا بكل سهولة ازاي عشان الفطيرة ريحت مش هتتعبك خالص في الفرد وهتلاقي فردت معاك بكل سهولة وهنا بقى عشان نطعم الفطيرة بتاعتنا ديت زبدة فلاحي احنا عاملينها بفرن او بجنة طعميها بقى وحط عليها زبدة فلاحي بالشكل دوت تديها طعم جميل جدا لكنها معمولة كلها بالزبدة الفلاحة ولو ما عندكيش زبدة فلاحة ممكن تجيبي روح الزبدة الفلاحة من عند العطار بتدي طعم الزبدة الفلاحة بتحطها كده ايه مع الزبدة بتاعتنا اللي احنا عملناها اللي هي زبدة فرن او جنة. او بتحطيها على الوش بالشكل دوت. بصي الفطيرة عمت معانا فطيرة كبيرة زي على فكرة الصينية دي صينية كبيرة مش صينية صغيرة. هتبقى حاجة كده خرافة. هندخلها الفرن على درجة حرام مرتفعة. في الرف اللي هو بيكون قريب من النار. علشان تنفخ معانا وتبقى زي بتاعة الافرام بالزبط. تبقى نفوخة كده وشكلها رهيب حقيقي. هي ما بتاخدش وقت في الفرن ولا حاجة. دقيق كده وتلاقي الفطيرة كده اخدت لون. بصوا نحطها تحت ازاي. على اللي هي قريبة من الشعلة. ما بتاخدش وقت. جميلة جدا. لو عايزها بقى طرية. اول ما تخرج من الفرن. حطيها في كيس او في شنطة. وقفلي عليها. هتلاها تريت معاك وباقي الطحفة حقيقي. ولو عايزها كريسبي. انا عملت واحدة كريسبي. سبتها لما خرجت من الفرن زي ما هي. آآ اخدت كده وش كده كريسبي ونشفت شوية. واحدة سبتها طرية. دي اللي انا حطيتها في كيس وباقي الطرية بالشكل دوت. بصي شايفة الرقات. شايفة التوريقة بتاعتنا. تحفة. خفيفة جدا. خرافة حقيقي. طعمها رهيب. آآ معلقة الزبدة اللي حطيناها على الوش ديت. اديتها طعم رهيب. اكلناها كلها معمولة بالزبدة الفلاحي. شايفة التوريقة. خرافة حقيقي. دي كانت لسه طالعة بقى كده هوت. ما استحملتش. قلت لأ لازم ادقها بسرعة. تعالوا نشوف بقى التانية اللي هي الكريسبي. ديت بقى انا سبتها كده ايه? في في الجو. ما دخلتهاش جوة شنطة ولا حاجة. هيبصوا. رهيبة جدا. ما كلفتناش حاجة. قال لي بالزبدة دوت بتسعين جنيه دلوقتي. في الوقت اللي غلق بتاعنا دوت. آآ هناخد ربع بس وهنعمل بيه كيلو دقيق اللي هو عملينا في رتين الكبار الحلوين دول. وهنا جبت بقى العسل بقى والتحينة. مع او العسل آآ الابيض. كله بيبقى طعمه جميل جدا. الولاد هيكلوا ويتهنوا وهينبستوا. ما كلفناش نفسنا حاجة خالص. غير طبعا لما تشتريها من برة. اشتريها على فكرة كبيرة زي ما قلت لكم. رهيبة حقيقة. تعالوا ندقها بقى مع العسل بقى ومع الجبنة القديمة. حكاية خرافة حقيقة. والريحة مالية البيت. احلى حاجة انك تعملي حاجتك في البيت. اديه ده يا جماعة بيعمل آآ خير في البيت. بيدي بركة. خصوصا لما الحاجة انت تعملها بيديك. تبقى جميلة جدا. شايفة الرقات? خرافة. يلا بقى ندق كده هوت. لأول طبعا هدق معاكل آآ الجبنة القديمة. بعد كده ندق العسل. المش ده يا جماعة نعملها عندي على القناة. لو عايزين تعرفوا المش ده بتعمل ازاي من الالف لليا. شوفوا عندي على القناة. هيعجبكوا قوي بازن الله. طبعا مع المش حكاية مع العسل الاسود خرافة. الاكلة كلها على بعضها اكلة مشبع جدا سواء عملتها لهم في العشاء عملتها لهم في الفطار. كله جميلة. وممكن كمان نعملها في الغدى. تبقى اكلة تحفة حقيقي ومش مكلفة في الزمن اللي احنا فيه ده وفي الغلاء اللي احنا فيه. من غير بقى لحمة من غير فراخ. نتغضى شوية عن اللحمة والفراخ ونعمل الاكلات الحلوة دي. الاكلات الزمن الجميل. وكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة. لو الوصفة عجبتك وحبت فيه ده حبيبك واصحابك وقرايبك. اعملي لايك وعملي شير للوصفة. لو انت مش مشتركة او مرة تشوفيني اعمل اشتراك فعل الجرس على الكل. هنوصل لك كل جديد. اتمنى الوصفة تعجبكم وتنفزوها وتقولي رأيكم في التعليقات. وقالكوكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.